بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة احنا هنقرض ليكم فيديو في طريقة صناعة الكورونا على طريقة الصينية وخلوا بالكم دي طريقة غير الطريقة الاولانية يعني الاولانية كانوا بيأكلوا فيها خفافيش لكن المرة دي سيبونا نتفرج ونشوف الطرق الجديدة بتاعتهم اول حاجة زي ما احنا شايفين المكونات بتاعتهم عبرة عن دود اغدر طازج لسه جاي من الغيط يعني صايدين وطازة ويكون مبطرخ يعني يكون كتير الشعر ولازم تنققوا كويس وتبدأوا تجيبوا كاس تحطوا فيه مية نار ومعا بعض حمض الخليك وحمض الخنفسيك وحمض البرسيك وطبعا تخلوا بالكم اللي حسن بيطرقع وممكن يجي عليكم حاجة منه وخلوا بالكم كويس اهم حاجة تشيبوه يتزبط كويس في مية النار وياخد دورته بعد كده طبعا بيجيب امه تاسعة وتسعين او امه اربعة واربعين او على حسب ما السنين بيسموها الدودة ذات الالف الالف رجل ولا ذات الالف يسوح ده بيحمروها في مية النار مع الحمض الخليك والليمونيك والخنفسيك ولازم تنقوها ديدان طازة وتكون بتلعب ياع وطبعا حاولوا تكون على قدر من السمار يعني يكونوا متزبطين تستنوا طبعا بعد ما يتحمرو في مية النار يولعوا بجاز يعني زي ما بيقولوا بتبدأوا دي بيتدقها كمان بتقولك ان هي طعمها يامي لذيذ جدا جدا وان ده من احد المكونات الرئيسية اللي بت ده بقى العنكبوت الاسود والعنكبوت الاسود نظرا لان هو لونه اسود فهو هيطلع كورونا سودة جديدة غير الكورونا اللي احنا نعرفها اللي فات كان خففيش فالمراد يبقى جايبين اللي بيصطادر خففيش وبتحاولوا انه انتوا تولعوا فيه كويس وتزودوا مية النار شوية وعليه شوية ملح طبعا وما تنسوش وما تنسوش انه هو يكون طازع لسه مستضينه من الشجرة وهي طبعا بتدقوا بتقول يامي الله تعمل لذيذ حقا انه مكون رئيسي لمكونات ودلوقتي طبعا احنا شايفين كل المكونات هي عبارة عن دود احمر دود اخدر دود اصفر همه 44 همه 77 همه 99 خنفسة سرصار كلب البحر لا ده مش كلب البحر ده ده حاجات تانية احنا بنعرفهاش يعني حشرات غير معلومة شكرا وبكده شرحنا لكم طريقة صناعة الكورونا الصينية على الطريقة الحشرية بتاعتكم شكرا لكم